موسيقى لم يكن سيد عبد الرازق بازوكا لاعبا عاديا في تاريخ فريق الإسماعيلي لكنه كان نجما مهمة عزف على أنغان السمسمية الشهيرة في تلك المدينة الساحلية ولد سيد أحمد عبد الرازق المشهور بسيد بازوكا في القنطرة شرق في الأول من يوليو من عام 1946 وانضم إلى النادي الإسماعيلي عام 1963 لعب بازوكا أول مباراة مع الفريق الأول للدرويش أمام النادي المصري في موسم 65-66 وقاد النجم الكبير فريقه لحصد أول لقب دوري في الموسم التالي مباشرة موسم 66-67 كما توج سيد بازوكا أيضا مع الدرويش ببطولة إفريقيا وأحرز في هذه البطولة ستة أهداف حمل بازوكا شارة كابتن منتخب مصر في موسم 74-75 وأحرز عشرين هدفا وأطلق عليه نجيب المستكاوي لقب بازوكا للتسديداته القوية والتي تشبه المدفع بازوكا القصير والذي كان مشهورا وجديدا في ذلك الوقت ولقصر قامتي سيد شبهه نجيب المستكاوي بالمدفع بازوكا بازوكا عازف الدرويش في ضيافة أسامة حسني ببرنامج الأشبال أهلا بحضراتكم من جديد حلقتنا النهاردة مختلفة علشان ضفنا مختلف ضفنا من اللعيبة اللي أسسوا الكرة الحلوة في الإسماعيدي ليه تاريخ كبير في الكرة المصرية ليه تاريخ كبير مع الدرويش ومحدش أبدا يقدر يزايد على حبه الكبير لنادي الإسماعيل ودايما قرأه مهمة مشرفنا النهاردة كابتن سيد أحمد عبد الرازق الشهير بسيد بازوكا منهارك بسيد كابتن هسامة أنا أنا بهنيك على البرنامج وأنت قوي زي لعبك بأمانة يعني مش مجاملة أنا كنت قاعد بستمتع وأنت بتقدم بتكلم على قطاع الناشئين فما كنتش عاوز أخش عشان تكمل ده أنا بشكرك هكابتن بشكر تشريفك لنا هنا في بنامج الأشبال ولنا بقى يعني كابتن سيد أحمد عبد الرازق بازوكا جات منين ما قال إن أنا كنت صغير في السن والحجم وكنت قصير أنا ما طولتش غالما اعتزلت فكانت أنا بشكرت جامد فالشبك زمان الشبك كان دبارة مش زي دلوقت معاشة وكلام دي فقطعت الشبكة مرتين فقطعنا نجن مسكاوي كابتن لطيفة الله رحمة الأتنين سيد بازوكا نأسسنا في مدفع صغير كان بصد دببات والطايرات فسموه بازوكا كان المدفع اسمها بازوكا بازوكا كان سيدنا جيبني سكاوي ما شاء الله يعني دائما بيطلق أسماء على هو عمل كل أسماء الأندية واللعيبة عايز أبدأ محقاك كابتن سيد ما شاء الله أنت ديك يعني باع كبير في كتاع الناشين بنادل إسماعيلي يعني كان أقرب موسم من سنتين ما شاء الله كابتن سيد عمل بصمة كبيرة خاصة في جيل تسعة وتسعين تسعة وتسعين تخدت البطولة وقتها من أقوى فريتين كان الأهلي وإنبي وإنبي وكمان طلعت لعبة مميزة للفري الأول بتلعب دلوقتي مع الفري الأول هي نتاج كتاع الناشين بتاع الكابتن سيد بازوك بس بيحرقوهم دلوقتي لأن اللعيبة الموجودين عاوزين أي حد يشيلهم إنما اللعيبة اللي لسة طالين هم اللي بيشيلوا الموجودين لأن اختارات كانت غلط في التعقدات مع اللعيبة جابوا زوفة لعيبة واللعيبة فيه الناس اللي هتصلوا أنها تلبس شيرت بتاع ندل إسماعيلي يعني أنت كنت تتمنى أن ولادك الموليد تسعة وتسعين يحطوا في الظروف أفضل في الظروف أحسن ومش عاوز الجماهير تحكم عليهم من دلوقتي وحكم عليهم ربنا كرمنا السنة الجاية يحكم على اللعيبة دول هعملوا إيه تمام إيه ما شاء الله حازم مرسي محمود البدري محمود عبدالله محمود عبدالسامي محمود بيومي محمود عمار الضرف دي كلها أسماء لعبة مع الإسماعيلي ودي في ناس موليد ألفين ده غير النادي مدي تمن عارات لأنديها تاني سبعة وتسعين المفروض يموجودوا في النادي ويلعبوا في النادي وفي ناس موجودة أسامة في الناس سبعة وتسعين موجودين في النادي مقايدين ما بيلعبوش لو لعبوا أحسن من اللي بلعبوا تمام في ظل الأرقام اللي احنا بنسمعها في الكرة دلوقتي في فري الأول وفي التعاقدات في الدورة الممتازة ليه ما بقاش الاهتمام كبير يعني مش هقول باللي اسماعيلي بس بالأنديها الأخرى كمان بقطعات النشئين إنك انت النهاردة يوم ما تتزنق تبص على قطاع النشئين بتاعك طلع مدافع طلع نص ملعب وهيبقى ابنك وببلاش كمان ما هو طالما بص انت قولت أحسن حاجة طالما السمصرة دخلوا الأندية هم اللي بيختاروا اللاعبين وكل سمصار بحب يختار يعني الاسماعيلي كان مليان سمصرة يعني سمصرة سمصرة وكانوا مؤثرين وهم اللي جابوا اللاعبة اللي موجودين دلوقتي فهم كتاروا اللاعبة دي فيه لعبة جمعة الورق وملعبوش يعني فيه لعبة عندنا جمعة الورق ما لعبوش فانت بتعمل حلال وتجديد بتمشي أحسن لعبة عندك وتجيب أسوأ لعبة انت بتجيبه دي عشان العمولات دي عشان العمولات فهم اللي بوازوا النادي هم اللي بوازوا النادي الاسماعيلي طب ليه الكشفين ما بيقوش موجودين زي زمان كان زمان تشوف الكشفين ينزلوا الصعيد وينزلوا وجه بحري ووجه قبل يعني انت بنت حاجة كويسة أسامة يعني انت لما بتحت عخدات وتنين سمصرة موجودين وانت بتقول ان انا اخد بطولة وبعدين يأثروا على رئيس النادي يقولك انا عاوزك تبقى مستشار فتقول لا انا بشكرك انا لبس جلبية غريم الجمعة راح اصلي بيها عصم مستشار بتلبس جلبية فتقول انا بشكرك انا ما لا فاتخال انت لما السمصرة يأثروا على رئيس النادي انه مشيك وانت عامل عمل له حاجة كويسة عمل له حالة كويسة حالة كويسة انت قاوم على الحكام انت قاوم على الاتحاد انت قاوم على الاندية يعني انت بتروح الاندية تقول لهم فيه اوليال امور جايين يقولك يا بسيد النادي مفتوح اي حد يقول مسمع عليها النادي مفتوح فانت ضيح تقول لده لانه السمصرة لعبوا في ادنك وخلوك تعمل كده ومشيت انت ده للأسف جديد مشوا لهابة كويسية انت عندك 2003 كان هما دول مستقبل النادي انت مشيت فيهم ناس كتار مشيت فيهم احسن ثلاثة او احسن اربعة وجبت ناس مايلعبوش تسعة واسعين كنت انت بكسر بهم الدنيا تمر تسعة واسعين الرابع ولا الخامس الفين واحد في الطراوة انت عندك ثلاث فرق بلعبوا على النزول الناشئين عمرها ما حصلت في تاريخ نادي الاسماعيلي غير الايام دي طبعا هو اللي كان دايما مميز نادي الاسماعيلي انه عنده قطاع ناشئين ودي بتخليك قومي نافذ في كل المسابات المدربين الموجودين انت بتظلمهم اه يعني انا كنت عامل يا كابتو اسامة كنت عامل حاجة كويسة انا كنت عامل عشرة مدربين من ولاد النادي اللعبة في النادي هما مستقبل النادي للفري الاول بعد كده بعد كده هما مستقبل النادي هما دول مستقبل النادي زي انت عندك كان حمص بكلمني اول مبارح قلت له حمص لازم تنسك فرقة صغيرة لازم تبقى مدرب ويكتب قال انك انت وحسن عبد الرب انت مستقبل النادي في التدريب لانه خلاص النادي حرق المدربين ولاد النادي تحرقوا خلاص ده بتشيل ده وتجيب ده وتمشي ده وتجيبه تاني وتمشي فدول اتحرقوا دول مستقبل النادي جنب المدربين اللي احنا طلعناهم خلوهم لما انا مشيت خلوهم مساعدين يعني انت من فوق كده بتنزلوا كده الويا تكلموني اه تنمشي ده نادي الاسماعيل بيتكو طبعا اه ده نادي الاسماعيل تمشيش عن حد لانه الوضع الساي عمره ما بيوصل كتير يعني بيجي له وقت ويمشي طب انا عايز اخدك يعني النهاردة عموما بقى في قطاعات النشئين وفي الكرة المصرية يعني شفنا قرار بتاع الفين وثلاثة والفين وستة ومسابقات النشئين احنا النهاردة متخبة الفين وثلاثة والفين وستة بيتجمع بالرغم كده بنشوف مسابقات النشئين بتتأجل لواحد اربعة وقريبة للالغاء شاف الكرارات دي ازاي لا لو تلغى هيبقى اسوأ قرار التاخد اسوأ قرار اما ليه انك انت بت هتوعد حوالي سبع تمن شهور مش هتلعب طب النشئين دول لما لعبت صغير وعدت سبع شهور او ست شهور او ثمن شهور ما لعبش ما خلاص بيبقى طبعا انساء بقى انما انت عامل بالعكس دكتور محمود سعد عامل قطاعات زي كتب انا مسؤول عن خمس كتعات يعني انا مسؤول عن خمس كتعات انا مسؤول على اسمعالية بورسعيد السويس الشرقية سينة معانا 15 مدرب بيشتغلوا يعني معانا مجموعة هم اللي بيختاروا يعني الانتخابات اه هم اللي بيختاروا المنتخبات مين يصلح ومين لا بترشحوا بعد كده بترشحهم وانحنا بنجمحهم هم هم يقولوا في النادي اهلي فيه تلات لعيبة انا بروح اشوف التلات لعيبة في نادي اهلي اه وقالهم كويسين او بحشين اه في النادي الاسماعيلي نفس الحكاية فانده بتشوف اللعيبة فكابتن محمود جابر هو مختار اللعيبة دول مختار كتير عشان يشوفهم يعني حاج مسؤول عن مطقة السماعالية خمس مناتر المصري وسينة والشرقية والشرقية التلاتة اسماعالية سويس بورسعيد الشرقية سينة وسينة عن كل منتخبات الناشئين كويس وبيتم التواصل مع دكتور محمود سعد ولا معكاته محمود جابر محمود لا لا محمود سعد هو الرئيس الامالي هم مدير الفن الاتحاد كله فمحمود سعد من نديله ونجيب المدربين ونقول له اللعيبة كذا وكذا دول كويسين وبياخدهم كبسادي انت ليك خبرات كبيرة واشتغلت في المجال بتاعة الناشئين وطلعت لعيبة الفريق الاول بالاسماعيلي اللي ينقصنا عموما في الكرة المصرية علشان نشوف دايما يعني دايما الاهتمام للأسف بالكمة من فوق بس لكن القاعدة عندنا دايما مهملة لانه كله بدأ سامة كله بدأ يعتمد على الشراء 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 يعني انت انا اقول لك النادي الاهلي انا ادرب 13 نادي في الدرجة الاولى به فانا كنت بستنى يا كابتن مصطفى الله يرحمه مصطفى حسين كل سنة عشان اشتري لعيب او اتنين وكان يدهمني ساعات جدعانة كان يدهمني ساعات جدعانة فانت دلوقتي نادي الاهلي بقيت تشتري انت بتشري الجاهز انت عاوز الجاهز ما بتستناش على الناشئين كل لاندي دلوقتي بتدور على الجاهز او بمعنى صح المدربين الاجانب اللي بيجوا مش عاوزين غير اللعيب الجاهزين محدش عنده السعداء تفرج على اللي تحت المصطينيين تعلموا منهم يعني انا مبسوط كابن شاحتة عملها سنة تسعين وخد بطولة الدوري بس كان عنده قوام لعيبة من اشباء من ولاد نادي الاسماعيلي لعيبة كبار امه ساندوا اللعيبة المغمورين اللي جابهم خد بيهم دوري عندك المصري عامل نفسك عندك المقص لما ماشوا كل اللعيبة هاب جلال عامل حالة يعني نادي التحز كندرية برضو بيعتمد على نصف اولاد ويعني مش تري حاجات بعد الانديها الجمهورية انتو نادي الاهل لنفس الحكاية يعني نادي الزمالك نفس الحكاية يعني سيبك اللي بتشاريتهم والكبار دول بس كله بيعتمد على نفس ولاده دول طب انت شاف فكرة الاعرات يعني اللي حقا كنت بتتكلم عن الاعرات نادي الاسماعيلي اللي عبيد ناشين نادي الاهل برضو بيتبع نفس السياسة بعده ثلاث سنين اعرات اتحاد السكنداري المصر المقاصة الاسموحة شاف الاعرات ازاي خاصة ان ممكن اللعيب مشاركته وليلة مع نديه فيروح مكان تاني يشارك ياخد خبرات ايه الحق انه يرجع مرة هي الاعرات حق كويسة بس فيها عيب الانديها بتشرط انه اللعيب ما لعبوش ضد نديهم لما خلاص الكرار ده تلغى من السابق ايما لا ده انا بقولك ان الاول ايو قبل كده لا انت ديته عارة اصيبه بقى يخبط اصيبه بالعكس دي هم اللي يلعب قدامك كويس تضمن انه عمره ما هيصيب ماتش يعني لما انت حد فرقة تاني تلعب ضده عمره ما هيصيب ماتش هيبقى ولاقه وانتماءه للنادي اللي بيلعب له اللي بيلبس الشرط بتاعه ياريت تفضل الحكاية دي بس تلات سنين كتير اعارة يعني سنة او اثنين لانه وياريت انا اتمنى اللي عارض تكون درجة قولها به اقوى دوري في الدنيا درجة قولها به يعني انت النهاردة عايز تغير الفكرة من الدور متازد قولها به يعني لعدم عندك هتدى اربعة خمسة ستة لما يجي حد من قولها به هاخد اديله وتجبر لعبتك انهم يروح درجة قولها به لانه الكورة الحقيقة والاحتكاج الحقيقي كويس ليه يا اسامة بتنم في فنادي أقل من الفري الأول ملاعب غير الملاعب اللي انت بتلعب عليها وتوبيس غير اللي انت بتركبه يعني بتركب مكيف وش عارف ايه تاني مفيهش ازاز يعني عارف تبقى دي بتخلي عيب يبقى خلاص عنده صبر عنده صبر وعارف هيرايح فين يعني النعمة اللي هو رحلها من تحت لفوق يحافظ عليها طب عايزة كلمك بقى في نقطة مهمة وانت فتحت لنا الكسم التاني وعملية الاعارات للكسم التاني كان ليك فكرة مهمة جدا فكرة دي من 23 سنة دلوقتي الاتحاد الافريقي بيصيغ الفكرة دي من 3-4 سنين وهي يعني صاحب الفكرة ومكتوبه اسمه كابتن سيد بازوك منتخب الظل وحاكم السيكت منتخب الظل وعملت اللاعبة واكتشفت لعبة طب انا اقول لك تلات اسماء كابتن اسامة منتخب الظل ايه رأيك فعب حبيد مسيوني من لعب كبير طبعا عبد الحليم علي هدف كبير ابو تريكا منترسانة دول كانوا معاكم اول ما قلت ابو تريكا بس اه ابو تريكا بس نادي اهلا خدوا اه يعني انت يعني بس اقول لك تلاتة بس كفاية اه غير بقى زوفيت اللاعبة كله على الاندية الماولين كل الاندية خدت كل الاندية خدت فهو ده ما شو اما سموه غيروا اسمه من الظل المحلية للمحلية رغم انه اللي صاحب الفضل اللي خلاني وساعدني انه نعمل منتخب الدكتور جنزوري جنزوري هو لدك الموافقة وشال شال فيها التعاد الكورة اه لانه بقيت عافر اه انا عملته مرتين اه مرة عمله استمر به وتاني سنة يجي واحد تاني يروح لغي اه انت عارف يعني وبعدين بقى عملت مسكت الدرجة مسكت الفريق التاني اه نادي الاهل خد منهم اتنين خد احمد صديق اه وخد احمد احمد علي احمد بتاع الولمبي اسمه احمد احمد عبدالله احمد عادل احمد عادل اه الاتنين دول واحد من الصعيد واحد من الولمبي اه درجة اولى به اه وانادي اله لسه بيلعب دلوقتي علي فرج لسه بيلعب فطنطة تعريبا اه وكان فيه عبد سلام نجاح كان في الحدود معرفش ده كان لعب هايل فيه كمال علي كان من السويس وايس طبعا دي كلاما عندك تشاف اه وعندك الهام والهاني سليمان لا ده الفريق التاني اه والهاني سليمان من الفريق التاني اه وعندك لا ناس كتير يعني الواحد نسل اسماء اه بس اتمنى انا هتتعمل دلوقتي واعتمنى ان الاتحاد المصري ما يرفضش انه الشرك بالمحليين اه مش شرط البطولة اه انت بتعمل منتخب تاني اه يعني كابت حسن شعاته هت اي مدربين يمسكهم مش شرط يا صاحب الفكرة انه هو يمسك بس هت اي مدربين يمسكهم تلغهاش تمام وانت بتتكلم عن منتخب الظل عايز اخد بقى شهادة منك شهادة للتاريخ دور النادي الاهلي وقت ما انت كنت متولي منتخب الظل او منتخب المحليين وازاي النادي الاهلي وقف جنب منتخب مصر وقف جنب الكابتن سيد بازوكا نجم الاسماعيل اللي عايز اسمع ردك ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد يعني انا صراحة مستمتع بالحوار مع الكابتن سيد بازوكا وكان قبل الفاصل بقى عايزين ناخد منه شهادة للتاريخ ودور النادي الاهلي علشان الناس اللي دايما بتلعب على العلاقة بين الاهلي والاسماعيل او الاهلي ونجوم الاسماعيل كابتن سيد بازوكا كان المدير الفني اللي منتخب الظل هنسمع منه بقى موقف النادي الاهلي معاه مع منتخب المحليين وتهى او منتخب الظل ومع الكابتن سيد بازوكا وازاي النادي الاهلي ساعد منتخب المحليين لا هو هو مهما نقول يعني شهدت انا هو تبقى مجروحة لنادي الاهلي بامانة انا لما جيت العب تركيا وتونس وسوريا وفلسطيق كون منتخبات يعني متشاة الدولية فاروحت اجيب ملعب من قولي العرب انا مستشار كنت مستشار لمجلس ادارة نادي المقولي العرب وانا من مؤسسين مقولي العرب حتى انا رقم عضوية 11 في نادي المقولي العرب فلما روحت اخد الملعب قالولي يا كاب سيد احنا بنقر الملعب بخمسين الف جنيه عشان خطرك في المباراة خمسين الف جنيه اه عشان خطرك هندولك بخمسة وعشرين الف عشان انت بتتفاحش فانا جيت عابلت النادي الاهلي هنا عابلت المسؤولين طبعا ربنا يا كرامام كابتن حس عمدو كابتن الخطيب عبت 3 ماتشات في مدية ناصر بدون مقابل بالو عكس ضيافة وحكام وجيت انا اتفأت لما اتفأت على ماتش تركيا جيت لقيت البرنامج بتاع على كاميرات وموكروفونات اللي هو مؤتمر مؤتمر صحفي بعد الماتش لقيت حاجة حاجة جميلة وحاجة انا قلت الكلام ده قبل كده وقلت حاجات قبل كده الناس اللي بقولوا النادي الاهلي رفض انه استضافنا في الادوان لا اهم ما حصلتش قوة التهجير النادي الاهلي لم ولم يرفض بالعكس النادي الاهلي انا لعبت معهم سانا هنا بالعكس كاني حتى في النادي الاسماعيلي العلاقة بيننا كويسة ولسه على بقريشة اول مبارح او اول اول مبارح طبعا الرجل قال كلمة افحاد النادي الاهلي قال لك الكابت الخطيب قال لنخد اللي انت عاوزه وبدون مقابل يعني طب انت عاوز اكتر من كده ايه يعني ما هو للأسف يعني الناس بتصدر دايما للاجيال اللي جاية والاجيال السابقة ان دايما فيه مسافة كبيرة او فيه جاب بين الاهلي وبين الاسماعيلي او بين الاهلي وجمهور الاسماعيلي او بين الاهلي ومسؤول الاسماعيلي يعني دي شهادة للتاريخ من نجم كبير كابتن سيد بازوك انه يقول الكلام ده فحق النادي الاهلي وقت التهجير وقت مكان هو متولي منتخب المحلين ومسندة النادي الاهلي ودعم النادي الاهلي وهو مدير فن المحليين وأيضا استقبال النادي الأهلي لتدريبات نادي الإسماعيلي في الجزيرة يعني استقبلوهم كأنهم في بيتهم بالضبط ودي شهادة للتاريخ يعني بنعتز بها من نجم كبير زي كابتن سيد بازو كابتن سيد يعني وأنا بكلم عن منتخب المحليين النقطة اللي حاك يعني كنت صاحب الفكرة فيها هل من الممكن دلوقتي الجهاز الفني المنتخب الأول خاصة أن احنا النهاردة يعني لو عدينا وقت الشغل بتاعه هتلاقي لا يتجاوز الشهر على مدارة السنة هل ممكن يضاف لعمل الجهاز الفني المنتخب الأول إن ممكن يبقى يقود منتخب المحليين يقوده بس يبقى معاه مساعدين يعني على قال يبقى معاه أربع مساعدين واحد مطيت القناة واحد السعيد واحد الدلتا يعني واحد السينة الحدد دي لأن اللعيب المغمورين كتير 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 يعني لما بنعمل فتاة اختبارات للناشئين بيجيلك اوتوبسات لما بنعمل فزل اسماعيل بيجيلك اوتوبسات جايبين ولاد صغيرين والثمان سنين وعشر سنين بيجيب لك جميع المعارضة السنية لما بتروح النهاردة كل الأندية مصر بدأت تعمل أكداميات في البلاد دي أنا جايب لألفين وثلاثة وأنا مسر كتير ناشئين جاب أحسن ثلاث لعيب ما موجودين فألفين وثلاثة جابهم من أكدامية يعني الأكداميات فعلا بتفرق فيها بتفرق وحاجة جميلة سمع كنت بتقول إنكم عاملين دوري الداخلي الداخلي لهم يعني حاجة جميلة بكد فاكر الهدف ده ده في ماتش ده كنا بنلعب ده كان في السعودية آه كان في السعودية ده بداياتك مع الكرة كبسات كانت في الإسماعيلي أنا مروحتش غير الإسماعيلي الإسماعيلي وبطلت في الإسماعيلي من اللي اكتشفت؟ الكبس سيد شارلي سيد شارلي شارلي وكان معه أحمد أبو زيد آه أو أحمد أبو زيد كان معه إبراهيم أبو زيد آه بس اللي خدني من الإنطارة مدرس في إسماعيلي أنتعرف في الإنطارة بتبعد عن إنسماعيلي 26 كيلو آه بتروح يوميا ففي مدرس قال لي تروح لإسماعيل وتقول له روح لإسماعيل فروحت لإسماعيل وما خرجتش من الإسماعيل حضت حياتك كلها في الإسماعيل كل حيات في الإسماعيل ما شاء الله جيل بتاعك دايماً لما بنتكلم عن أجيال الحلوة في الإسماعيل أول جيل يتذكر جيل الأسس كراء لا الأسسسها مش إحنا اللي أسسها رضا وشحتة والعرب وأمير والصربوش والسقة وميام ده وإيش دول الأسسس النادي ودول الاطلاع النادي من الدرجة التانية حتى أنا بيسألوا أنه لقدر الله بيسألوني بقول لي لو النادي لإسماعيل نزل قلتهم الأموات ما بيصحوش عشان يطلعوا النادي تاني دول اللي هم مؤسسين إحنا كمنا بعدهم يعني أنا لحقت دول أنا لحتهم في بطولة الدوري دوري آه 65-66 وبعد كده جاء جيل تاني لعب معنا لأفريقيا وبعد كده جاء جيل تالت أنا أنا حضرت تالت أجيال في النادي تمام وأول بطولة أفريقية أول أفريقية سنة السابعين الأنجل بير الأنجل بير آه أحرص أنت هدف في المباراة لأنا جاب ست أهداف في البطولة أنا حاجز الماتش الأخير ده إن هانا جاب هدفين البنالت والفاول وكابتن على أبو جريشا جاب أول جول ما شاء الله جيل يعني دايماً الأجيال الحلوة جيل من الأجيال الممتعة في البطولة بس أساماً عزيزي لك أنا كنت بالعب وينج ما كانش في دماغي إن أنا أبقى هداف يعني لو أنا حطيت في دماغي إن أنا أبقى هداف أنا كنت بقيت هدافت دوري كذا سنة إنما أنا مش ما كنتش في دماغي إن أنا أهدف أنا كنت بس أهدافي بالفاولات وانتون فرات بس إنما ما كنتش حطيت في دماغي أنا جبت ست أهداف في حاتي في دماغي لو أنتوا كمان من الجيل اللي أسستوا الكرة الحلوة وكمان يعني دايماً هنقول الكرة الحلوة أهلي زمالك إسماعيلي هو ده الضلع طبعاً مع الأندية الجماهرية مع الأتحاد مع المحلة إنت قلت تلات أندية أنا هقول لك لعبت أنا مرة أنا كنت باللعب نادي الأهلي كان في نادي الجزيرة فأنا رحت وانجليف فرحت كابت هر إسليه قال لها لو رحنا الثاني وقتوله حاطر كنت لعب عنده نحاوته نحادي بقيرت راح وانجريت فكان أبو غيدة فبعمل وقال له أنا هلعب لطلعك المدرق تقول له حاطر لما أقول لك بقى لما أقول لك طارق سليم والسعيدة بالنور وعزة أبو الروس وميمة عبد الحميد خلت يالك وتقول يعني أبو غيدة وتقول الشيخ طاعة وتقول الشربيني أسماء وتقول كابصار أسماء تخوف العلاقة كانت حلوة أه طبعاً كنا في المنتخب كلنا أخوات أه في المنتخب كلنا أخوات يعني أقول لك رضا الله أرحمه يعني كان كل أصحابه من نادي أهل فناجيلي وكابصار حسليم كان أصحابه طب منين جات العلاقة الناس قاعدت تلعب عليها دي والعداوة والكلام منين جي الكلام دا وتبتقول لنا زمان لا عندنا ناس عاقلين جداً وفيه ولاد صغيرين انت عارف في الاسبوك دولة تبوز الدنيا اه طبعاً اي حد بيكتب خبر تلاقي اثنين تلاتة بعلقوا اللي يشتم اللي يشكر لا بس إنما العلاقة كويسة بالعكس انت عارف العلاقة تبقى أحسن لو الأهل يجاب لها الماتش اللي جاي في الدور دا اللي جاي دا المعاب في اسكندريا يجي لعابه في اسماعيلية لو دايماً الأهل ما بيلع في اسماعيلية والله العظيم يا ريت لو يجي لعابه في اسماعيلية ودايماً مباراة الأهل والاسماعيل مباراة حلوة اه بطولة ما كل بطولات اللي اسماعيل يخذها بيخذها مع نادل أهل بنادل أهل شيكو يعني الاسماعيل وأهلي تسع مرات نهائي اسماعيل وأهلي اه او ست مباراة او سبع مباراة تقريباً سبع نهايات إسماعيل وأهلي ومعهم فيه ما تشتل زي مالك بس بطولات الإسماعيلي بيبقى النهائي أهلي يعني كان التسعة والسبعة والستين كان نهائي أهلي كان في إسماعيلية كان حتى عصام عبد مينعم كان الحارس كان الشربين ما يطاع أسماعين والشربين وكان كله ما فيش واحدة تلمس يؤسامة يعني بتشوف الماتش والجماهير الملعف بيشير خمسة رائتين ألف فيه جي تارتين ألفة في التراك يعني قاعدين تحت تحت محدش يتلمس اسعله شيخ طاوة عايش ربنا دون صحة محدش لمسهم سنة تسعين النهائي أهلي ألفين واثنين النهائي أهلي يعني النهائي كلها حتى كاس النهائي كان أهلي كاس كان أهلي وزمالك فكل بطولات أنت تضلع التالت لأهل وزمالك طبعا ده ضلع أساسي ضلع ربنا هيكرمنا نخرج من الكبوة اللي احنا فيها إن شاء الله و هنرجع تاني بإذن الله شفت إزاي زيارة الكابتن على أبو جريشا وكابتن عماد سليمان للنادي الأهلي واستبالي كابتن محمود الخطيب ليه وكان معهم مهندس أحمد أصمان ومهندس أحمد أصمان ومتحة الورداني طبعا نحن كلنا أصحاب أنا قبلها بيوم أنا قلت مستعدة روح و أتكلم الكابتن خطيب و هجيب اللعبة بالأسماء و بدون مقابل كده برضو نفس الكلام تقلي على بجريشا يعني كابتن محمود خطيب قلي عليه خد اللي انت عاوزه و خلاص يعني فعاوز أنت أكتر من كيه و ده جميل عمرنا ما هننساه بأمانة يعني إنك إنت لما بتحتاج في الوقت اللي أنت في الشدة فيها محتاج أي حد يطبطب عليك حتى لو ما ادتنيش أنت محتاج حد يقول لك أي حاجة لأنه نادي الإسماعيلي لو نزل مش عمرنا ما نشوف الصعود بس إن شاء الله مش هننزل و أنا بقول لك الاستحال و إحنا استحالها ننزل يعني ما شاء الله دلوقتي هو الإسماعيلي بيكسر في الشرط الأول لكن دايما الشرط التاني بيحصل الدوق شوية بدأ إلعب كورة دلوقتي آه يعني مباراة الزمائك لعب مباراة كبيرة و المباراة اللي بس أنا برضو من خلالك أنا قلتها أول إمبارح في قناة تن آه من خلالك بقول لازم مدرب يبقى مع مدرب عارف اللعيبة يبقى مع المدرب مدرب مساعد المدرب السنبي مش وحش آه عندك ثلاثة عندك عماد سليمان بدلا ما يلبس بدلة يبقى مع الراجل ده لو بيحب النادي وعاوز يختم النادي عندك خالد الأماش وعندك آآ قاشة في خدر آآ عندك واحد من الثلاثة اختار إن شاء الله حتختار اتنين آآ يساعدوا الراجل لأنه الراجل لسه ما يعرفش اللعيبة كلهم آآ وإحنا مش في حقل تجارب إنه الراجل هلقاه فلان وعلان آآ يعني في عرضه نقطة آآ ليك تصريح يعني من تصريحات الحلوة ودائما ركابة السيد دائما بيطلع من تصريحات حلوة بيقول لعبة الأهلي بيردعوهم بطولات طب ما دي حقيقة يعني انت يعني بس أقول لك عبير لما بنون اسمه بنون بدر بنون آآ يعني لم يجي يسلم على الأهل ياخد ثلاث بطولات يعني واحد من خمس أيام خاصة بطولة صح يجي بعدها بخمس أيام يشيل بطولة يعني يقول لي يشيل بطولة الراجل الخواجل ميسي ده ميسماني ميسماني يعني يقول لي لما ياخد ثلاث بطولات في شهر أو شهر نص طب إيه يعني لما تقول أهلي أخد اتنين واربعين بطولة دوري يعني بيردعوهم إيه يعني ما دي حقيقة دي حقيقة والله دي مش مجاملة دي حقيقة لما تاخد اتنين واربعين بطولة بطولة دوري يعني تبعاوز إيه يعني ده سيبك من الكاس لما تاخد تسع بطولات أفريقيا وإن شاء الله العشرة الجاية تاخدوها بإذن الله إن شاء الله ويبقى النهاية بينكم بين الزمالك قول لي يعني طب هتقول إيه أسامة شفت مشاركة الأهلي إزاي في كاس العاملاندية المرة التانية في تاريخ النادي الأهلي في 2006 المركز التالت وبرونزيت كاس العاملاندية وفي 2020 برونزيت كاس العاملاندية طب أنا هقول لك أنت يعني لما نادي تبقى من في سبع لما تبقى من أقوى هم كانوا سبع فرق ولا ست فرق حوالي ست فرق لما تبقى من أقوى من الناس دي وتحكد بطولة تاخد مدالية انت عاوز إيه يعني أنا سيبك من الماتش إن نقول لك خاف لعب بايرمونيونيخ خاف مش عارف إيه أنا في الآخر أنا خدت إيه أنا في الآخر مش خدت بطولة أه طبعا حقادي الهدف بتاعك تالت العالم في الأندية أنا عاوز إيه لما أخدها مرتين ما دي بطولات بتتحسب لي أنا ما أخدش بص أنا في نادي الإسماعيلي عاوزك يا رب ما نشوف الكورة لون هي بس نكسب ناخد بس لما نوصع ربعين بونط اللي حاجة بعد كده هلعب بقى الفن انت خدت بطولة انت أخد مدالية هو أنت بعمل إيه وبقى دي انت في الآخر ماسك كسبان فرقة برازيلي وانت عارف البرازيلي هي منبع الكورة وانت بتلعب معها ضربات الجزائر ومهم مولودين لضربات الجزائر والدحيل كمان انت بتلعب فريق على ملعبه وملعبه والشحنة والشحنة بتاعته وبعدين السمعة بتاعتنا دي أهلي خلت للدحيل دا يعني نازل مش رامل فوطة يعني نازل بيترعش يعني هم مستداشه لما الحاجة مصفر فانت عاوز ايه يعني سيبك من اللي بتكلم أنا أخد مدالية انت جادع يجيخ مدالية مش ياخد دوري عام أنا بحق كل الحاجات دي أنا عاوز ايه هقول لي انت لعبت وحش اه يا سيد أنا وحش بس خط بطولة التاريخ ما بيذكرش أنا لعبت وحش اهما ليه بقول البطولات ما أنا بقول لك انا مش أنا انت بتقول لي دلوقتي بتردعهم بقول لك عاخد اتنين واربين بطولة عاوز تقول ايه يعني اه يعني هتقول بيدربوهم اه انا مستمتع بالحوار معك كابت سيد بس تسمحك نروح لفاصل اهلا بحضراتكم من جديد يعني انا مستمتع بالحوار مع اضيفي كابتن سيد بازوكا الحوار معاه ممتع جدا كابتن سيد يعني ما شاء الله نادي الإسماعيلي اول نادي مصري يحصل على بطولة افريقيا سنة سبعين الفرق دلوقتي بين بطولات افريقيا في الوقت الحالي وما بين زمان سنة سبعين الاول كان الاحتراف محدود للاندية يعني كله با كان كل اندية كل نادي فيه سبعة تمانية في المنتخبات يعني الانجلبير ده اللي هو مازنبي دلوقتي كان الحضاشة في المنتخبات الحضاشة يعني زمان المطولات كانت اقوى من دلوقتي اقوى دلوقتي لغاية لغاية 95 لغاية 2000 فادحوا باب الاحتراف لما فادح بقى الاحتراف بقى كله بيمشي فالاندية فدت انما دلوقتي افريقيا رجعت دلوقتي زي الاول افريقيا دلوقتي ده ماتش في السعودية ده بعد ما اخدنا البطولة فروحنا عايزين نوريك صور كده ونسترجع معاك الزكريات القديمة وتقول لنا ماشا عندك الصور يا داكروري طيب نزل لنا بالصور عايزين نفكر الكابتن سيد بازوكا كده ويعلق لنا على صور قديمة لعبة الدرويش طيب هيرجع لنا دلوقتي هيجاهز الصور كابت سيد مين اللعيب اللي انت طيب عرض لنا الصور ده الجيل اللي ازه ده واحنا في الامارات دي اه دي في الامارات اه شايف كويس وانا ربنا في الصورة اللي هنا ده حسن مبارك وانا وابو ليلة وانوص قريبا النوص طيب ورهونا الصور عايزين نسترجع مع الكابتن سيد الزكريات الحلوة ده حود ده ده الاسماعيلي ده الاسماعيلي بتاع الرضا اللي ارحمه بعد ما مات رضا اه الصورة دي ده العرب اللي عليمين والكابتن هناك شايف الجماهير كانت قريبة من الملعب اه ما هو درويش الساقه من درويش حسن مختار الرحمه عمين ابراهيم حود الله رحمه فيهم يجي ستة اموات الله رحمه ده كان الاسماعيلي كان المهندس الزكريات الحلوة كان عازم كل الناس خطبالك وده اميره ده عبد العزيز بوس من جنبة من الضارة ده ده عبد العزيز مصطفى ده اميره انا فايز الزمرة اللي ارحمه ومصطفى درويش وره سيد مصطفى ده الصورة دي الاسماعيلي ده بعد سبعين دي ده تقريبا في التحاس كندرية ماتش التحاس كندرية ملعب السنس كندرية وده برضه ده في التمرين ده احنا بنتمرن شوف ارض الارض عاملة ازاي كان زمان الامكانيات وليلة جدا والمواهب عالية جدا ده سامة خليل لما تيجي تلعب ضد واحد انا كلما ذهب ضد باك وفيه تطراب فاروح غامز رجلي في التراب كده اطلع له اشفاء دي ده صورة بقى اميره اللي ارحمه وانا وزاكي عبد الرحمن وعرب جريشة شو احسين كنا اخدناه ده الاسماعيلي اللي خد بطولة لا الاسماعيلي ده الاسماعيلي قبل بطولة افريقيا ده قبل بطولة افريقيا حسن درويش والسناري ده صورة وانا ناشئ ده صورة برضه كنا في كنا في الدول العربية تقريبا دي في دي مجالة الكواكب طبع مجالة الشهيرة ماتش الزا مالك والاسماعيلي كان فيه ماتش من المانيا فرقة من المانيا اه اكسبناه محصفرا انا لجبت القول ده عم برهم الحقان الله ارحمه وحسن ايه يا رب اه وانا وكاب سلاحب ريشة الله ارحمه شاكرا من امور كبساي لا غلبان الله غلبان ده بطولة ده بطولة الدول العام دي صورة بطولة الدول العام ده ده مصطف درويش ريعه ده صورة المالك فيصل الله ارحمه انا تحته كابت لطيف جنبه المهندس سلمان ده عثمان جنبه ده كانت في السعودية كان في السعودية اه اللي عادين تحته نص السيد ابو امين ابو ليلة اه في ناس حودة انا حسن مبارك حسن درويش الله ارحمه اه ابو العز كنا اخدينه معانا كابت صلاح ابو جريشة اه مين كان اكتر لعيب في جيلك كابت السيد كان قريب منك في اللعيب تلاند الاسماعيلي والله كل كل اللعيبة اسامة كان كلهم قرابين ليا لان تعرف احنا كنا اسرة واحدة يعني ما كناش بنروح كنا عادين ما كناش بنروح دي ماتش الاجبال دي من شدة الاجبال دي اه صور جميلة رجعنا رجعتني زكارات الالينة انت رجعتني مئة سنة لا ربنا ديك الصح حتى لسه شبابك تصير والله رجعتني ربين سنة اتنين ربين سنة ما ده بس يعني علشان كمان اللعيبة اللي بتلعب في الاسماعيلي تعرف ان بتلعب في نادي تاريخه كبير في نجوم كبار حقب بطولات كبيرة نادي الاسماعيلي اول نادي حقب بطولة افريقيا سنة سبعين لو عندنا اسامة عندنا جمهير عظيمة انا زعلان يعني احنا خسرنا ماتش الزمالك ومبي يعني ماتش الزمالك خسرنا امبي تعادل احنا كنا كويسين كنا الاحق جمهير الاسماعيلي راحت التمرين لفرقتنا قبل ماتش امبي شجعهم تشكيع وخرافي وعسام كل واحد شجعه باسمه المفروض ننزل بقى ماتش امبي ناخد تلاتة بونت يوقفونا على رجلينا انما تحسوا ان لعيبة التشيرت تقيل عليهم هم كده دمس سواهم عشان ما تزمهمش انما في لعيبة حرام تلبس تشيرت النادي وكنوا يكون لعيبة لسه صغيرة محتاجة خبرات الفترة نفسها فترة صعبة اللي من بره يعني مش قد المسئولية يعني انا متهالي لو لعب حد من رادي النادي عندنا في 97 موجودين هيبقى احسن من دون اه لا ان شاء الله بتكاتف الجميع ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله قدر الاسماعيل يعود لامجاد وخيرا كابت سيد عايز بقى منك نصيحة واحنا برنامجنا هنا برنامج الاشبال نصيحة منك لكل الاشبال الموجودة في قطاعات الناشئين في مصر والله نصيحة الاشبال حب التشيرت اللي انت لابسه هتوصل زي ما انت عاوز لو حبيت التشيرت وكنت ولائك وانتمائك لفانيلا اللي انت لابسها تبقى لعب كويس حط في دماغك انك توصل مع نديك ما تحطش في دماغك اللي احتراف الخارج واستنى دورك هييجي وهتلعب بس طول ما انت عندك ولاء وانتماء للنادي اللي بتلعب له هتوصل ان شاء الله شرفتنا نورتراك كابتن سيد ربنا خليه كابتن ساما بشكر ضيف اللي كان مشرفني ومنورني النهاردة نجم الاسماعيلي ونجم الدرويش كابتن سيد بازوكا اللي النهاردة في حلقاتنا قال شهادات للتاريخ شهادة للتاريخ هتفضل يعني عالقة دايما فازان الناس الناس اللي حاولت دايما تلعب على العلاقة ما بين الاهلي والاسماعيلي واحد من نجوم الدرويش هو اللي شهد بنفسه على موضوع التهجير على مساعدة النادي الاهلي وهو كان متولي منتخب المحلين او منتخب الظلم وقتها وزيقول لحضراتكم دي شهادة هتفضل للتاريخ بكده وصلنا لنهاية حلقتنا نشوفكم الاسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من الاشبال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة